السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا سيدنا ومؤلانا وشفيعنا وحبيبنا يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين صلى الله عليك سيدي يا شهيد كربلاء يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة اللهم وفقنا لرضاهم لنفوز فوزا عظيم ما ذنب طفلين لمسلم والعداء زجتهما في السجن في وضع الرديم قد ضيقت بالأكل والشرب معان وعليهما بالسطط طورا تعتدي حتى إذا طال الزمان آيان توضأ وتوجه آل الله من قلب النديم قالوا اللهم فرج اللهم معنا فإنا لمن آل النبي الأمجد حتى إذا ما هيأ الله السبيل فأخرجا والقلب لما يبرد ذهبا إلى تلك العجوز وإنا علمت بطيب المحتدي آوتهما طورا ولكن زوجها قد أرهق الطفلين فهو المعتدي ومضى إلى أشاط الفرات مجردا سيفا ولم يعبع بكل توددي ومضى إلى أشاط الفرات مجردا سيفا ولم يعبع بكل توددي يا شيخ إننا من سلالة هاشم لا تذبح النقسم بحق محمدي فمضى يقطع عود جني على الهدى فمضى يقطع عود جني على الهدى يا فغدا كل منهما بمسجدي ومضى برأسين إلى شر الطغاة فيا له من ظالم من حاقدي حزب السيا فوالي للوريدي أو تعلق واحد بواحد الطفلي ذبحهم يوم من عرف مرجعهم إمنيا أو وسط الماء لنهم زهوا بدريا تملية حاضر يا أبو الحسنيا أو تأخذ بثارات الذبيحة أو تأخذ بثارات الذبيحة بسم الله الرحمن الرحيم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد من أراد الدنيا فعليه بعمل الآخرة ومن أراد الآخرة فعليه بعمل الآخرة من جعل الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله ولم يعطه منها إلا ما كتب الله له فيها ويكون خاسرا يوم القرار ومن جعل الآخرة أكبر همه جمع الله تعالى له شمله وزاد في رزقه في الدنيا وخرج منها سالما إلى دار القرار كتب رجل إلى الإمام الحسين عليه السلام من هنا ننطلق هذا يحفظوها رجاء حتى لو تكتبها مثلا هذه منهج للحياة يعطيك الإمام الحسين عليه السلام واللي هي موضوع محاضرتنا لهذه الليلة من هنا يبتدئ من قول الإمام الحسين عليه السلام كتب رجل إلى الإمام الحسين عليه السلام عظني أعطيني موعظة فكتب عليه السلام له من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يخاف منه الذي يتقدم لأمر بمعصية الله يتصور أنه إذا حصل على هذا الشيء حتى لو حرام سعادتي بالحصول على هذا الأمر حتى لو حرام يقول كان أفوت لما يرجو الذي يرجوه من ذلك الشيء مثلا أراد غنى راح يكون سببا في فقره أراد سلطة يكون ذلك الأمر الذي استخدمه وهو حرام لنيل السلطة سببا لزوال السلطة عنه أراد أن يبني بيتا بالحرام يكون ذلك الأمر الذي استخدمه لبناء البيت سببا في هدم بيته أراد أن يكون سعيدا يكون ذلك الأمر الحرام الذي استخدمه من أجل أن يكون سعيدا يكون بسببه تعيسا حزينة لبناء والآن سنعطيكم بعض الأدلة القطعية على ذلك بعض أقول وإلا الأمر يطول بنا إذا كل شيء نذكر مثلا مثلا الحجاج بن يوسف الثقفي يخاف على ملكه وسلطانه من سعيد بن جبير فحاول قتله من أجل أن يتخلص منه حتى سلطانه يدوم فبعث إليه وتعرفون القصة كيف أنه قال أنت شقي بن كسير يعني انقلب اسمه قال أنا سعيد بن جبير وأمي أعلم باسمي قال تعست أمك قال بل حي الله أمي لحبها لمحمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآله محمد قال أي ملك تراني قال ظلوم قال يعني من أهل الجنة أو من أهل النار قال ما دخلت الجنة لأعرف من فيها ولا النار وأعرف من فيها ولكن الله عز وجل يقول إن الأورار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال لا قتلنك قتلة ما قتل أحد بمثلها قال أصدع ما تشاء اقضي ما أنت قام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا واعلم أنك ما تقتلني إلا ويقتلك الله عز وجل بشر من ذلك قال ويحك أقتلوه فتوجه نحو القبلة وقال وجهت وجهي وسلمت أمري للذي فطغ السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين قال أديروه عن القبلة أداروه قال فأينما تولوا فثم وجه الله قال اطرحوها على الأرض كن وجهي يصير على الأرض قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فقال أضربوه عنقه فضربوه فصاح سعيد اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي في أول ليلة ينام الحجاج يستيقظ في الليل يضطرب يقول ما لي ولسعيد بن جبير ما لي ولسعيد بن جبير لما لا تعتقلونه دون الشرطة يقولون يا أمير قد قتلته وأنت قتلته كيف نعتقله قال إنه يأخذ بمجامعي ويأخذ بعنقي حتى أنني لا أستطيع أن أتنفس أريد الهواء يوم يوم من ثلاثة إلى أن مات على ذلك مات وهو يصيح سعيد بن جبير إنه يأخذ برقبتي عليكم السلام ورحمة الله انظروا هذه الكارثة اللي وقع فيها هذا الملعون وإلى جهنم وساءت مصيرا كم من إنسان وقع بنفس هذا الوقوع وفرعون أمير المؤمنين لديه خطبة اكتبوا وقرأوها خطبة جميلة وطويلة ورائعة في نهج البلاغة يتكلم أمير المؤمنين يقول إياك أن تظن أن ما أعطاك الله تعالى من خير في الدنيا لخير فيك وما منعه عنك لشر فيك ولكن الله عز وجل جعل الدنيا دار فناء واختبار وامتحان أم حسبوا أن ما أعتيناهم من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون هؤلاء لا يعرفون الحقيقة والهدف فدخل موسى وهارون على فرعون عليهم مدارع الصوف وبأيديهم العصي رعاة غنم فشرط له دوام ملكه ودوام عزه طوال ملكه ودوام عزه فقال مستهزئا يعني موسى وهارون يقولان لفرعون ماذا إذا آمنت بنا يطول ملكك في الدنيا ويدوم عزك في الآخرة فضحك عليهما وقال أيها الناس أيها الملأ انظر إلى هذين يشرطان لي بقاء الملك وهما على ما ترون من الفقر شوفوا ملابسكم شوفوا حالكم شلون حال حتى تشرطون لي بقاء الملك لو صدق هكذا وأنتم بيدكم الملك لكان أنتم صرتم من الأغنياء لو لا كان معكم من الذهب والفضة والخيرات استعظاما للذهب وجمعه والمال وتكديسه ثم إنه تبع موسى وهارون صحيح فرعون هو الذي تبعهم تبعهم فرعون وجنوده وهم ظالمون كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُّوْا وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهُونَ من الذي ترك؟ هو فرعون ترك لو أنه صدق بموسى لطال ملكه ولكن تبع موسى مباشرة تبع موسى وعبر موسى البحر وهو غرق اليوم ننجيك ببدنك لتكون لتكون لمن خلفك آية دير بالك ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين فإن العبر قد وصلت في الكثرة الغاية والمعتبرون قد وصلوا في القلة النهاية دير بالك وأنظر جيداً هنا وفرعون ذي الأوتاد كانوا يوتدون عن الناس وتديض هذا اللي يشدون فيه الداب ماكوا حبل ويضربوا بالأرض هذا يطرقون به الناس اللي يصيرون ضده بديهم رجليهم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد هذا العذاب المرصاد شنو؟ اسمعوا يقول الإمام الصادق عليه السلام إن عقبة على الصراط سيطرة إحنا نسميه إن عقبة على الصراط لا يمر منها أحد بمظلمة قط ما الواحد ظالم لواحد ما أخذ فلوسه، ما أخذ أمواله، ما أخذ بيته أم أذي وما متبار الذم وياه ما يمر على هذه القنطرة لا والله تعالي إنها مظلمة لأن بعض الناس ينسون ينسون رح يجينا باستشهاد النبي صلى الله عليه وآله من كان له مظلمة عندي فليقم وليأخذها فإن قصاص الدنيا أهوى من قصاص الآخرة ترى هناك ما ينفع شيء يدير بالك بعض الناس هكذا مع الأسف يعني ينسى يا أخي عجيب أي إنسان ربما امرأ تقول لرجل تقول له طلق زوجتك أتزوجك ما طلق زوجتك ما أزوجك يعني سبحان الله كل تصورها المسكينة أنها ستسعد بذلك إذا هدمت بيتا هي تسعد على أنقاض ذلك البيت تبني مجدها على هؤلاء الذين سيكونون كاليتامة بل أشد من اليتامة حيث تطلق أمهم وهذه من أكبر الكوارث الإنسان يغفل قلت لك يغفل واحد يقول لصديقه أنا أريد دين قرض قال نعم ولكن أنت هذا الدين اللي تريده كثير يحتاج إلى رهينة قال أنا عندي بساتين أكثر من هذا الدين بعشرات المرات قال له نعم نتكاتب على البستان نتكاتب بيع وشراء وبعدين نرجع لك رهينة يبقى عندي عادي قال نعم هذا صديقه وثقه يثق به كتب له بعتك وهذا اشتريت وقعه بيناتم حتى شهود ماكوا بعدين بعد فترة رجع للفلوس قال هذا الدين جزاك الله بخير وبارك الله فيك وكما تعلم القرض بثمانية عشر ضعفا قال له شين تريد قال أريد الورقة ما البيع وشراء حتى نغيرها رجع البستان قال يا بستان قال البستاني قال البستان لي تبعته لي قال ما بعته وأنما كان مجرد رهينة قال لا اذهب إلى أي قاض تريد وضع أي محام تريد روح قال سبحان الله ما هذا ذهب إلى القضاة قالوا إلى القضاة هذا هاي الورقة صحيح أنت بايع بعد ما لك حق عجيب لم يكن بيعا والله قالوا ما ينفع يمينك انت هذا توقيعك ما ينفع محامي المحامين قالوا لا اتعب نفسك ولا تخسر فلوس فمرض مسكين مرضا مرضا شديدا بعد لحظات بالمستشفى قال لولده ولدي جنازتي توديها إلى باب بيت فلان صديقي تعرفك قال لي عرفه قال لي جنازتي تنزلها يم بيته وهي ورقة لا تفتحها هو يفتحها خلي يقراها وهو ينظر إلى التابوت إلى جسدي زين حتى باب التابوت فتحه يشوف أن مكفن يقراها هو يباوع لأمام الناس قال له هذا وبابه ما يخالف فعلا توفي جابوا الجنازة وضعوها أمام بيت فلان خرج هذا ما هذه الجنازة قال جنازة فلان متى مات؟ قال له مات البارحة كان بالتغسيل بالليل والآن جابوا ولماذا هنا في باب داري؟ ولده قال وصية والله وصية ميت بعد هذه رسالة ما أعرف شنو بيها أقراها وأنظر له بصوت عالي فتحها يا فلان أنت قلت لي اذهب إلى أي قاض تريد وأي محام تختار وها أنا ذاهب إلى قاض السماء بعدما لم يستطع يعطيني حق قاضي الأرض وذاك قاض لا يحتاج إلى محام ولا إلى شهود فإن استطعت أن لا تأتي إلى محكمته ولا تتبعني فابقى هنا تقدر؟ تبقى هنا؟ انظر مستحيل إنسان تمضي مظلمته أبداً ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء واحد يلتفت يلتفت حتى لا يخسر الدنيا والآخر ذلك هو الخسران المبين يزيد ابن معاوية لو لم يقتل الحسين عليه السلام هكذا ملكه ينتهي ثلاث سنوات فقط ثلاث سنوات الله لا حول ولا قوة إلا بالله ثلاث سنوات فقط كأن يصور بدل ما عشرين سنة يحكم يزيد يحكم ثلاثين سنة إذا قتل الحسين من حاول أمراً في معصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر كلمة الإمام الحسين أبد لا تنسوها أي إنسان شوف كم من أكلة منعت أكلات من أكل حرام من أكل آخر حرامات الإنسان هكذا يضيع نفسه حرام لا تقربه كن على ثقة ويقين بالله وبرسوله أي حرام يصنعه الإنسان يفوت عليه الحلال الذي أراد أن يأتيه يعني أنت لا يفوتن كذلك أبداً حتى الرزق واحد إذا أخذ شيئاً حراماً يفوت عليه ضعفي الحلال ما يصلن هذه الليلة هذه الليلة الآن بهاي اللحظة هذه اللحظة ربما الآن بهاي اللحظة دخل ذلك اللعين الحارث الهمداني إلى أولاد مسلمين العقيل وأخرجهم من بيته لماذا قتلهما؟ حتى يحصل على الألف دينار أو الألف درهم مصعيح؟ حصل على الأموال؟ لو ما حصل ما تقولون؟ أخذ الرأسين ومضى إلى ابن زياد ابن زياد رآهما نورهما يشع ماذا؟ ما أجملهما من هؤلاء؟ من هذين؟ قال أولاد مسلمين العقيل قال أين وجدتهما؟ قال في بيتك قال في بيتك؟ قال نعم زوجتي أضافتهما قال فكيف تقتلهما؟ وليس أضيفين؟ قال قال لي أحفظ ضيافتنا عندك؟ قال لا ولا كرام لك ما عندي احنا نأخذ أخواني بغض النظر حتى ما نشتت الذهن ختنها ولدها زوجها على اختلاف الروايات نأخذ الفاعدة من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال نعم بالله اذكر لي ماذا قال قال له مفتخرا طبعا قال لي أرحمنا على صغر أسناننا قلت لهما رضاء ابن زياد أولى أحفظ قرابتنا من رسول الله ومن علي بنبي طالب قلت لهما لا قراب لكما أحفظ ضيافتنا عندك لا كرام لكما عندي خذنا إلى ابن زياد وهو يتصرف بنا بيعنا بالسوق فإننا نضمن لك أكثر مما يعطيك ابن زياد قال قال لك ارحمنا على صغر أسناننا ولم ترحمهما قال نعم انتثالا لأمرك قال والله لو جئتني بهما حيين لا عطيتك بدل المئة الألف درهم أربعة آلاف درهم نظر إلى واحد دموع تجري قال قوم انت لماذا تبكي قال أبكي عليهما قال أراك متعصبا قال ليتني أغفر به هذا قال أسلمته لك فافعل به ما تشاء ولكن شرط أن تأتني برأسه فأخذه قال دلني أين قتلتهما نفس المكان الذي قتلهم فيه قتله وشده شد الجسد إلى المهر يقطعه وأخذ الرأس الرأس بن زياد قال أعطوه الرأسين بينوهم للأطفال وهذا الرأس قلوا هذا اللي قتل الأطفال اللي يكبركم اللي نفس عمركم فصار الأطفال يترامونه بينهم خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين كل الطغات أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ليش الإنسان ما يتعظ عجيب الإنسان ما يتعظ يعني مذهلة القضية وأسألكم أسئلة صدقوا إذا أسألكم منها إلى السنة الجاية لأن لازم أقرأ لكم كل القرآن أسألكم ولكن أسألة بسيطة جدا مثلاً أخوة النبي يوسف لماذا ألقوه في الجب ولماذا أرادوا قتله ليش هم ماذا قالوا السبب ما هو شنو أحسنت ليخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين يعني حتى بدل ما أبونا كنا يحبنا حتى بس إحنا يحبنا مو يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين بكل اختصار لأن قصة النبي يوسف تتعرفوها بس سؤال عندما ألقوه في غيابة الجب هل أن قلب أبيهم صفى لهم صار يحبهم أكثر أصلاً أبغضهم لأجل ذلك وكرهم وقاطعهم بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ولا واحد أريد أسمع لا أريد أسمع صوت واحد منكم لا أريد أن أراكم وبنى بيت الأحزان شون الزهراء عليه السلام بنية لها بيت الأحزان بأبي وأمه وهناك يبكي فبيضت عينه من الحزن فهو كظيم هذا وازداد حبه ليوسف ازداد حبه ليوسف فتحسسوا من يوسف وأخي دائماً الله خسروا أكبر كارثة الآن جئني بكل آية من كتاب الله ذكر الطاغوتاً هذا صدام حسين اللي كان يمنع زيارة الحسين بقي الحسين وهو انتهى إلى جهنم وساءة مصيرة والله لو كان محسن للشعب العراقي أو لو كان يأذن لهم بشعائرهم أو لو للظلم والمقابر الجماعي وما شاكل ذلك والله لحكم ولده وولد ولده والشعب كل يوقع الله شاهد بس سبحان الله الآن احنا ما نتكلم مع هؤلاء الذين ذهبوا الآن الأحياء الأحياء أنت من الذي دهاك لماذا تسرق يعني إذا ما سرقت غير راتبك ما تعيش ليش الفقراء الآن في كل مكان أنت من الذي دهاك أنت والله ستموت والله ستهلك يا أخي أبدا لماذا لا يأخذ عبرة من الماضي إن في قصصهم لآية إن في قصصهم لعبرة نحن نقص عليك أحسن القصص لماذا الإنسان ما يتعب لا حول ولا قوة إلا بالله يمشي رائح للصيد والسهم مخلينا واحد مد يعدهم قال أني فقير ومريض والله لو لا أني مريض لما استعطيت ضربه صفعة أغرب عن وجهه قال لماذا تضربني لماذا لا تعطيني ولكن لماذا تضربني ألا تخاف أن الله يجعلك مثلي تتكفى في الناس قال الله يجعلني مثلك الله إذا يريد يخليني مثلك يحتاجي يفكر عشرة أيام شهر أكثر يقدر يسويني مثلك لو ما يقدر يفكر هذا استغفر الله استغفر الله ناقل الكفر ليس بكافر قال لا تتكبر أخي من أراد شيئا بمعصية الله كان أسرع لمجين ما يحذر لا هو أنت رايح زايد قال دروح ذهب إلى الصيد أراد أن يرمي صيدا فوقع السهم بولد الملك ابن الملك في قلبه ما عند الملك غيره قتل ولدي من الذي قتل جاوبه قال هذا لا تقتلونه جردوه من جميع أمواله مصادرة جميع أمواله صادروا جميع أمواله قال ممنوع يخرج خارج البلد وممنوع واحد يساعده الذي يساعده لا يلومن إلا نفسه ثاني يوم هذا المستعطي الذي يستعطي جاء يستعطي وجدها وجد رجلا يقول رغيف خبز أرجوكم سأموت جوعا فقط رغيف الذي عنده أموال طائلة ولي يقول رب العالمين شهر يفكر يقدر يسويني مثلك لو ما يقدر فأخرج أرغف من عنده هذا الفقير قال جزاك الله خير يا أخي والله كنت أموت جوعا قال لا أشمت بك لا والله ولكن تعرفوني قال ها لا والله ما أعرفك قال له أمس انت ضربتني وقلت لك دير بالك على نفسك يا أخي لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد دير بالك ترأك الله عز وجل هذول اللي يأخذون ديون وما يرجعوها متعمدين متمكنين أقصد يعني مو الفقراء اللي ما عندي يسدد هؤلاء الذين يخدعون الناس هؤلاء اللي يقول لك أرسل لي الرقم مال البطاقة مال تكمال الراتب كذا الكي كارت الماستر وراح يعطيك كذا وكذا ويأخذه ويروح صحيح أنت ما عرفته وما رجع لك حقك هنا بس يسأل سؤال أريد كلكم تجاوبوا الرجاء هل سيضيع حقك ما سمعت جوابكم هل سيضيع حقك اللي يقول يضيع حقي يعني ما مؤمن بالله حاشا لله والله حاشا لله والله الذي لا إله غيره سيرجع إليك حقك بأحوج ما تكون إليه سيضيع أنت تأذيت من راحة فلوسك راحة حصلهم أكثر شيء أنت محتاج إليهم ما يروح لك شيء أبدا أبدا فويل للظالمين وهنيئا للمؤمنين ما يؤمنون الذين يعملون لما يريد الله ورسوله وأهل بيته وساعد الله آل عقيل آل أبي طالب وسلام الله عليك يا أبا عبد الله وسلام الله عليك يا أزينا العابدين يقول ما مررت على دور آل عقيل إلا خنقتني العابرة يقول اللي ليش يا أبنى رسول الله يقول خالي ما فيها إلا يتاما كلهم قتلوا آل عقيل فقط أحمد بن مسلم عقيل عمره عشر سنوات تقريبا رجع إذا يصيرنا مجال بالليالي القادمة نذكروا لكم إياه ذول إبراهيم ومحمد أبناء مسلم بن عقيل سفير الحسين ومن دوبه الأول طفلان صغيران واحد عمره خمس سنوات واحد عمره سس سنوات أو أقل من ذلك هؤلاء في كربلاء أمهم رقية بنت على ابن نبي طالب رقية أمهم رقية بنت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت تضمهما تحت عباءتها فجاء واحد من الأعداء قال ما هذا الذي عندك قال ذول أطفالي قال علي بهم أعطنيهم قالت ماذا تصنع بهم قال لا حصلت على رئيس أخذه لابن زياد ولا حصلت على مال أنهبه من الخيام كل هالناس إذا هم ثلاثين ألف كل شي ما حصلت فأعطيني الأطفال أأخذهما إلى ابن زياد قالت ليس لدي ما أعطيك هؤلاء ابنائي فسل سيفه وقال أخيرك أما أن تأخذهما ذبيحين أقتلهم أذبح وإما تعطيني إياهما حيين قالت إذن إذن لي أودعهما ساعد الله قلبك يا ابنة أمير المؤمنين ضمتهما إلى صدرها ولدي محمد أوصيك بأخيك إبراهيم خيرا كلاهما طفلان ولكن واحد أكبر بسنة من الآخر توصل أكبر بأخي قالت لهما ادعوالي بالصبر على فقدكما قال لها ساعد الله قلبك فارقتهما بدموع جارية وعبرة وارية جاء اللعين بهما إلى ابن زياد أمر بسجنهما في الطامورة الظلماء وكان السجاء الناصبيا يضربهما قالا اللهم خذ لنا حقنا أمين فمات الملعون وجاء سجاء جديد جاء مر عليهم سلام عليكم قالا تسلم علينا اليوم يوميا تشتمنا قالا هذاك ماتا الذي يشتمكما من أنتما قالا له نحن أمنا رقي ابنة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وأبونا مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب فجر الدموع عينيه سبحان الله ترى أكو في أبواب الظالمين ولكن محبين للمؤمنين وهنيئا لهم إذا يقضوا حوائج المؤمنين قال لهما روحي فداكما قالا سبحان الله شكرا لك على كلمتك الطيبة معنا إذن نسعلك قال ما سؤالكما قالا هل جاء السبي إلى الكوف قال نعم رأيت نساء مسبيات على الأواديت ورأيت رجلين على بعير ضالع قال هذا الإمام زين العابد وتلك النساء أمنا رقي وعمتنا زينب صارى يبكيان قال لهما هذه الليل لأخرجكما من السجن على عاتقي وأنتما بإجارتي وفعلا لما جل الليل أخرجهما السجان وقال لهما خذ الطريق العقرع ولا تمشي في الجاد امشي ليلا وكمنا نهارا أخاف عليكما من الطلب فعلا صارا يمشيان في الليل بالبساتين وأطفاله وصغاره بالبساتين وبالليل الله ماذا وجدتم يا آل بيت المصطفى صلوات الله عليه وآله هنا إلى أن وصل لبستان في المسيب جلس شربا ماءا من النهر ثم جلسا عند ظل شجرة جاءت امرأة وجدتهما الله ما أجملكما من أنتما سكتا كررت القول ثانيا وثالثا من أنتما قالا لها اعذرينا سنذهب من بستانكم قالت بحق الله عليكما من أنتما قالا لنا الأمان قالت نعم قالا نحن إبراهيم ومحمد ابناء مسلم بن عقيل منار قي بنت علي بن أبي طالب فضمتهما وهي تبكي قالت روحي فداكما أأخذكما إلى منزلي كانت تحب آل محمد صلوات الله عليه مجمعين وفعلنا خذتهما إلى دارها صنعت لهما طعاما جيا شربا ماءا صليا ثم ناما تلك الليلة وإذا بالباب تطرق خرجت وإذا بزوجها أشعثا أغبرا قالت ما عندك قال طفلان لمسلم بن عقيل هربا من السجن وهذا بن زياد أعطى ألف درهم أو عشرة آلاف درهم لمن وجدهما وأنا لا أدري السماع التقفتهما أم الأرض ابتلعتهما فصارت تبكي قالت سبحان الله المفروض لو وجدتهما تخفي خبرهما ولك الجائز من رسول الله ومن علي بن أبي طالب فقال كذا برسول الله وكذا بعلي بن أبي طالب وما عاقل باع الوجود بديني وصارت المرأة تقول اللهم مع معنهما أبصار الظالمين والله لو علمت بهذا سواد القلب لما جئت بهما إلى داري فلما كان نصف الليل أيقظ أحد الغلامين أخاه وهو يبكي قال ما بكاؤك نور عيني قال رأيت خالي الحسين وأبونا مسلم بن عقيل وجدنا علي بن أبي طالب وهم يقولون العجل العجل ألوحى ألوحى إن هذه الليلة وسويعات من النهار هي آخر حياتكما من الدنيا وأنا لا أدري على أي دي ظالم نقع فسمع الحارث بكاء في إحدى حجر بيتي وقف عند باب الحجر من أنتما سكتا كرر القول ثانيا وثالثا من أنتما قالا ومن أن قال أنا رب البيت قالا الحمد لله وثقنا عننا بأمان لأننا كنا بأمان امرأة والآن صرنا بأمان رجل من أنتما قالا نحن ولدي مسلم بن عقيل فدخل عليما ولوعهما بسوطه وكتفهما أوثقهما كتافا وقال ما تركت مكانا إلا فتشته عنكما وأنتما في بيتي وهما يستغيثان فلا يغيثهما وخرج الزوجة تهتنادي الله أكبر ما عذري من علي يوم القيام وماذا أقول لفاطمة في ذلك اليوم رجع إليها نكسها بمؤخر الرمح رجعت ضعيفة لا تستطيع أن تصنع شيئا أعطاهما لعبده وقال ويحك خذهما واتني برأسيما ذهب العبد بهما فقال أحدهما يا أيها العبد ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذر رسول الله صلى الله عليه وآله أما تخاف على شبابك من حر النار فإلا الظالم لا يدوم ظلمه فبكى وقال من أنتما ومن أين تعرفان بلال قال نحن نسكن ببيت الوحي نحن أمنا رقي بن تمير المؤمنين وأبونا مسلم بن عقي فارتجف السيف من يده وقع السيف من يده فعبر بالفرات إلى الجانب الآخر صاح سيد حصيتني قال أطيعك ما أطعت الله فإذا عصيت الله أعصيك ولا أعصي ربي يا ملعون وويلك من عذاب الدنيا والآخرة إن قتلتهما فأخذهما وقال أنا الذي أتولى ذبحكما قال ألو يا حارث ما قصدك بقتلنا قال جائز من ابن زياد قال إذا كان لك رغبة في المال خذنا إلى السوق وبعنا إننا نظما لك أكثر مما يعطيك ابن زياد قال وإني أتأمل غير الدراهم من ابن زياد قال ألو يا حارث أرحمنا على صغر أسناننا قال ما وقع في قلبي عليكما من الرحمة شيئا قال ألو يا حارث احفظ ضيافتنا عندك قال لا ولا كرام لكما عندي قال ألو يا حارث احفظ قرابتنا من رسول الله ومن علي بن أبي طالب قال ألو لا قراب لكما قالا لو يا حارث خذنا إلى ابن زياد وهو يتصرف بنا خذنا حيين إن شاء قتلنا وإن شاء سجننا أو أطلق صراحنا قال إذا قتلتكما كان أبلغ في نفس ابن زياد قالا له إذا نمهلنا حتى نصلي لله ركعتين فقال صليا إذ نفعتكم الصلاة ولما فرغ من الصلاة سحب اللعين سيفه على رقبتيما قالوا للي يشتذبحنا يا ظالم شلك علينا خذنا وبيعنا بالسوق واربح بالثمن بينا لوحين لابن زياد خذنا وياك والدين يقلهم هل حتي ميفيد قالوا لنصل للرئيد اشحال اليوقف ويصلي ويعاين التتال فخيرهما وقال أيكما أولا أقتل فقال الصغير اقتلني أنا قبل أخي لأني هلالي طاق أنا رأى أخي قتيلا فصاح الأكبر لا لا يا حاريث الله الله بوصية أمي فإني أريد أن أكون براً بوالدتي قال ما هي وصية أمك قال لما أخذونا منها في كربلا قالت لي ولدي أوصيك بأخيك الصغير خيرا فاقتلني قبل أخي وفاء لكلام أمي فالتفت اللعين وما أخذت الرحمة من قلبه شيئا فالتفتين الأكبر وضرب عنقاي وسيدا رحم الله من لا دا ومظلوما فوقف الصغير عند ذلك يمرغ دماء يمرغ يديه ووجه وصدره بدماء أخي ويقول أقول كما قال خالي الحسين هكذا أكون حتى ألقى الله وجد رسول الله وأنا مخرب بدمي ثم قال اللهم أحكم بيننا وبينه بالحق وألت خير الحاكمين فغضب اللعين وضرب عنق الأصغار أخي أخي أخذ واحد قطع راسه أو ذب جثة على جاريها تم الطافي على الماء وخي يعين عليها لحقها لحقها بجثة الثاني ولولي أعتنت ليها يريت الفراتي غور ما يوين شفدنا للمصيب أتكم مصيب الصدع الأجبال يا لومن قبل المشيب الشايا يا بلا أطفال إلا لله وإنا إليه راجعون إلهي وربي وسيدي ومولاي اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار إلهي مجلسنا هذا بثواب روحي المرحوم عبدالنصيب الغريد الغريد الفريد بثواب المرحوم عبدالنصيب الفريد رحمه الله سبحانه وتعالى اللهم أوصيل إليه كل آية تلوناها وموعظة ذكرناها وبيت على آل محمد تلوناه من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة فاجعل اللهم ثوابنا فيما تلونا إليه وأدخل السرور على قلبه وقبره وروحه سرورا دائما لا انقطاع له ولا أمان حتى يلقاك وأنت عنه راضٍ وعن ذنوبه غاضٍ ومثله لجميع المؤمنين والمؤمنات مواتي ومواتكم جميعا إلهي شاف مرانا يسر أمورنا تولى رعايتنا نعوذ بك أن نكون من الظالمين إلهي وكما كرهت إلي أن أظلم فأعوذ بك أن أظلم يا الله وأيما عبدٍ من عبيدك أو أمةٍ من إمائك كان له قبلي مظلمةٌ ظلمتها إياه في نفسه أو في أهله أو في ماله أو غيبةً اغتبته بها أو تحاملٍ عليه بميلٍ أو هوى أو أنفةٍ أو حميةٍ أو رياء غائبًا كان أو شاهدًا وحيًا كان أو ميتًا فقصرت يدي وضاق وسعيعاً ردّا إليه والتحلُّ لمن إلهي فرضه بما شئت مني في الدنيا وَلَا تُؤَخِذْنِي بِعُقُوبَتِكِ لَا تُؤَدِّبْنِي بِعُقُوبَتِكِ وَلَا تَمْكُرْ بِي فِي حِيلَتِكَ يَا أَلَّا وَعَجِّلْ بِظُهُونِ مَوْلَانَا صَاحِبَ الزَّمَانِ وَلَا تُسَوِّغْ لِأَحَدٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ظُلْمَنَا أوسَلْ بِمَالِنَا فَمَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَخُذْ لَنَا حَقَّنَا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى من مات على الإيمان وإلى كل من له حق علينا سيما أموات المؤسسين والحاضرين والسامعين وروح من ذكرناه نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد